بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعينوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أهلاً ومرحباً بكم طلاب الأعزاء طلاب مرحلة الصف السادس الابتدائي في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت إشراف ورعاة وزارة التربية والتعليم النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة عندنا حلقة هامة جداً الحلقة دي تبقى مهمة كل الطلاب بتوع الصف السادس الابتدائي إلا عندهم مشكلة في القصة النهاردة إن شاء الله هنشرح القصة كاملة ملخص للقصة للأربع فصول كاملة إذن بإمكانك أن تلخص القصة في هذه الحلقة حبيب قلبي عايزك كده أن أنت تركز معي قوي وتستمع معي إلى ملخص القصة كاملة ونركز على أهم الأحداث فهي بنا حتى لا نضيع من وقتنا أول حاجة حبيبي القصة بتاعتنا بتتكلم عن شخصية هامة هو أول وزير تربية والتعليم مصري واللي هو علي مبارك علي مبارك هذا الرجل نبدأ به من الفصل الأول والذي يدعى فصل عائلة المشايخ حبيبي أنا جايب لكم كده زي ما ظهر قدام حضراتكم في الشاشة ملخص للفصل يعني قدام حضرتك ده الملخص أو أهم الأحداث اللي حصلت فيه الفصل وطبعا النقشة مع بعض أول حاجة القصة بتاعتنا لازم أن أفهم السياق الزمني اللي حصل فيه السياق الزمني كان في عهد محمد علي الكبير في عهد محمد علي الكبير كان الحكام يفرضون الضرائب الباهظة على الفلاحين العاصر ده كان عاصر ظلم للفلاحين وكان الحكام يفرضون الضرائب الباهظة يعني الضرائب الليل كتير جدا وكان الفلاحون أو كان الفلاحون الذين لا يقدرون على دفع الضرائب إيه اللي بيحصل بقى فيهم يجلدوا ويعذبوا ويهانوا ويلقى بهم في السجن يعني أي حد ما كانش بقدر يدفع الضرائب كان إيه اللي بيحصل فيه يعذب ويهان ويلقى بيه في السجن طيب دلوقتي الفلاحين بقى مش قادرين يدفعوا فلوس هيعملوا إيه الحل الوحيد اللي كان قدامهم أن يفروا من بلدهم كلمة يفروا يعني يهربوا أن يفروا من بلدهم إلى بلد أخرى لا يعرفهم فيها أحد بيروحوا من مكان لمكان آخر محدش يعرفهم فيه لماذا؟ حتى لا تصل إليهم يد الحاكم الظالم عشان الحاكم ما يقدرش يوصل لهم يبقى الفلاحين كانوا بيعملوا إيه زمان؟ كانوا بيهربوا من البلد بتاعتهم ويروحوا بلد أخرى عشان محدش يقدر يوصل لهم طبعا لأنهما مش قادرين يدفعوا الضرائب لأنهما كانوا يعني يتسمون بالفقر ولن يقدروا على تحصيل أو لن يقدروا على سداد هذه الضرائب الباهظة وبالتالي كانوا ينتقلون إلى بلد أخرى وكان من ضمن هذه العائلات التي هاجرت من بلدين الأصلية إلى بلد أخرى عائلة الشيخ مبارك الشيخ مبارك هو والد بطل القصة والشيخ مبارك انتقل هو وأسرته من قرية الكوم والخليج إلى قرية برنبال الجديدة يعني راحوا من قرية اسمها الكوم والخليج وتقع على بحر طناح خلي بالحضرتك معايا من الأسماء بتاعت الأماكن يبقى قرية الكوم والخليج على بحر طناح إلى قرية تسمى برنبال الجديدة وهي تابعة لمديرية الدقهلية يبقى هما هاجروا من الكوم والخليج إلى حتة أو قرية اسمها برنبال الجديدة وهي تقع من إحدى قرى مديرية الدقهلية وعندما انتقلت العائلة طبعا انتقلت لي ما زيها زي بائة الفلاحين اللي ما كانوش قادرين يدفعوا الضرائب أو لن يقدروا على سداد هذه الضرائب ففرت أيضا مثل باقي الأسر وعندما انتقلت الأسرة إلى برنبال الجديدة طابت لهم الحياة هناك يعني طابت لهم الحياة يعني استقروا هناك في هذه البلدة الجديدة حتى وصل عددهم إلى المائتين أو قاربوا المائتين الأسرة كبرت جدا في القرية واستقرت هناك في القرية الحمد لله حتى قارب عددهم المائتين يعني قارب عددهم من أنه يوصل المائتين وهناك سميت هذه العائلة بعائلة المشايخ وهو عنوان الفصل بتاعنا طب ليه سموا بقى بعائلة المشايخ؟ أهم سؤال في الفصل لماذا سميت عائلة الشيخ مبارك بعائلة المشايخ؟ لأن كان منهم المشايخ والقضاء والأئمة يعني العائلة دي كان في منها المشايخ والقضاء والأئمة زي ما هيظر قدام حضرتك كده عندي أهوات أسرة الشيخ مبارك في منها مشايخ وقضاء وأئمة المشايخ يعلمون الناس القراءة والكتابة والحساب وبعض العلوم الدينية وخلي بالحضرتك أن أهل القرى اللي هم يعني القرى جمع القرية أهل القرى بيحبوا جدا العلم الديني خلي بالحضرتك فيه فرما بين العلم الديني والدنيوي الدنيوي يعني العلوم بتاعتنا اللي موجودة حاليا زي مثلا العلوم وهكذا يعني الكيميا الفيزياء وهكذا أما العلوم الدينية زي مثلا علم الفقه وعلم القرآن الكريم وما إلى ذلك والناس في الأرياث بحاجة أكثر إلى العلوم الدينية خلي بالحضرتك عشان كان بيتيجي في صحة وغلاء طيب الأسرة دي سمية بعائلة المشايخ لأن منهم المشايخ الذين يعلمون الناس القراءة والكتابة والحساب وبعض العلوم الديني وإيه تاني والأئمة والقضاء طيب القضاء ده اللي بيعملوا إيه القضاء يحكمون بين المتنازعين المتنازعين اللي هم المتخاصمين يعني لو في ناس أو عائلات ما بينهم مشاكل هم اللي كانوا بيحكموا ما بينهم والأئمة أئمة جمع إمام الذين يصلون بالناس في الخطب أو يخطبون لهم خطب الجمع والأعياد ويصلون بهم أيضا ويعقدون لهم عقود الزواج دي كده وظيفة كل حد إيه كل حد منهم عشان لو جاء حبيبي يسألني على لماذا سميت هذه العائلة بذلك الإسم طيب جميل جدا وكانت هذه العائلة موضع تقدير من الحكومة يعني الحكومة كانت بتقدر هذه العائلة موضع تقدير من الناس يعني الناس كانت بتحترم العائلة الشيخ مبارك والحكومة برضو طيب ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك أن الحكومة أعطتهم قطعة أرض معفاة تماما من الضرائب يعني الحكومة ديتهم كده هدية خد يا سيد قطعة أرض معفاة من الضرائب مش هتدفع عليها ولا مليهم تقديرا لهذه الأسرة طيب والشيخ مبارك هل أخذ هذه الأرض لنفسه كده وخلاص؟ لا كان ينتفع من هذه الأرض ببعض الغلال الغلال مقصود بها يعني مثلا الحبوب الزراعية مثل القمح والأرز وما إلى ذلك وكان يستعين بها في قضاء بعض الأعمال الخيرية يعني الرجل كان محترم كان بيوزع برضو على أهل القرية اللي هي قرية برنبال الجديدة يوزع على الناس الفقراء والمساكين بتوع قرية لذلك كانوا يحبوا هذا الرجل هم كانوا يحبوا الشيخ مبارك خلي بالحضرتك كل ده لسه علي مبارك ما تولدش احنا كده بنتكلم على إيه؟ على الشيخ مبارك والشيخ مبارك في هذه الأيام عندما كان في برنبال ولد له ولد سماه علي ده بقى بطل القصة هيتولده الولد اتولد له وسماه علي وخلي بالحضرتك علي مبارك ولد في برنبال ولد في برنبال الجديدة يبقى خلي بالحضرتك من الجزئية دي وفرح أهل القرية كلها ليه بقى؟ مجاملة لأبيه الشهم العطوف وأمه الكريمة التقية خلي بالحضرتك يبقى القرية كلها فرحت مجاملة لأبيه الشهم وأمه الكريمة التقية جميل أوي بعد كده ولكن للأسف لم تدوم فرحة القرية ليه؟ لأن الحكومة زادت الضرائب يعني زودت الضرائب على الفلاحين وطبعاً ده أدى لأن الفلاحين اللي مش هيداً يدفع هيخش السجن أو يعذب أو يهن وما إلى ذلك وأيضاً لم ينجأ الشيخ مبارك من هذه الحكومة ما نجاش برضه من الحكومة في حتة الضرائب ليه؟ الشيخ مبارك بقى مشكلته أكبر فرض عليه ضرائب على قطعة الأرض التي كان يمتلكها درقم واحد وفرض عليه ضرائب على قطعة الأرض المعفى من الضرائب اللي الحكومة أصلاً كانت مدهاله ده رقم اثنين رقم ثلاثة الفلاحين اللي هربوا من القرى بتاعتهم أو من الأراضي بتاعتهم اللي كانت جنب الشيخ مبارك الحكومة قالت للشيخ مبارك أن انت هتدفع الضرائب بتاعتها فأصبح الشيخ مبارك هيدفع مش ضريبة واحدة ده هيدفع ثلاثة فطبعاً ده كان عيب كبير لدرجة أنه باع أثاث المنزل يعني باع العفش بتاعت المنزل زي ما احنا بنقول كده في العمية ولم يكفي فهنا فقر الشيخ مبارك في الهجرة للمرة الثانية هيهاجر بقى المراضي من فيل فين هيهاجر من برنبال الجديدة ويتجه ناحية عرب السماعينة وخلي بالحضرتك الشيخ مبارك أثناء ترحاله علي مبارك ابنه يعني كان عنده ست سنوات كان عنده كم سنة؟ ست سنوات يعني ست سنين وعندما كان ينتقل جهة الشرق هو طبعا اتجه ناحية الصحراء بقى اتجه ناحية الشرق وكان يمر ببعض البلاد ولكنه لم يستقر بها لأنه كان يشعر بالخلق أو أهل البلد أو أهل البلاد اللي كان بيمر بها كانوا بيشعروا بالخلق ناحية الشيخ مبارك فما كانش بيستريح في القرى دي فكان بينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى قوم يسمون بعرب السماعينة مين بعرب السماعينة وعملوا إيه معاه؟ عرب السماعينة هم قوم يسكنون الصحراء في خيام من الشعر مصنوعة من الأغنام يعني مصنوعة من جلود الأغنام أو من شعر الأغنام يعني خلي بالحضرتك إن هم عايشين في خيام يعني ناس بسيطة جدا وناس بد وأكرموا الشيخ مبارك وأحبوه وأكرموا الشيخ مبارك لأن هم كانوا يبحثوا عن فقيه هم كانوا يبحثون عن فقيه يعلموا أمور دينهم ودنياه هما كانوا أصلاً بيدوروا على حد يعلموا أمور دينهم ودنياهم فلقوا الشيخ مبارك راجل فقيه عالم فأحبوا الشيخ مبارك وأكرموه ودليل على ذلك أنه أكرموه وأقاموا لهم مسجداً واجعلوا إماماً له يعني هما خلوا الشيخ مبارك هو الإمام بتاع المسجد وكده دي كده أحداث الفصل الأول طب تعال بعد كده نخش الفصل الثاني إيه اللي حصل؟ الفصل الثاني أحبائي اللي هو بعنوان عزة نفس وطموح مبكر أول شيء اهتم به الشيخ مبارك هو تعليم ابنه علي أول حاجة فكر فيه أنه يعلم ابنه علي هيعلمه بقى أي طب هتقول لي طب ما الشيخ مبارك نفسه رجل متعلم وشيخ يعني يقدر يعلم ابنه ولكن لكثرة مشاغله لم يستطع تعليم الفتاة ما ديرش أنه يعلم ابنه بسبب كثرة مشاغله يعني كان عنده مشاغل كتير جداً فبحث عن فقيه يعلم ابنه بيدور بقى على فقيه بقى يعلم مين؟ يعلم ابنه علي حتى اهتدى إلى شيخ مهاجر أصوله من برنبال يعني شيخ الأصول بتاعته من برنبال مين بقى الشيخ ده؟ الشيخ أحمد أبو خضر وخلي بالحضرتك من الاسم ده الشيخ أحمد أبو خضر كان فيه مشكلة معاه إيه هي المشكلة دي؟ أن كتاب الشيخ كان بعيداً على الصبي وطبعاً لسه ولد صغير فحلت المشكلة طب المشكلة تحلت إزاي؟ حلت المشكلة بأن يقيم الصبية طوال الأسبوع مع الشيخ ما عدا يوم الجمعة يرجع إلى أبويه قال لك المشكلة دي هانح الله إزاي؟ المشكلة ببعد الكتاب عن الصبي إن خلاص الولد هيقعد معاه طول الأسبوع معادة يوم الجمعة يرجع إلى البيت وأن يعطي اتفق بقى مين؟ اتفق الشيخ المبارك مع الشيخ أحمد أبو خضر على أن يعطيه ما يكفي الطفل أجراً وإقامة هيديله الفلوس بتاعة حق تعليم الصبي وحق إقامته عند الشيخ وبذلك اتفق على كل شيء وهنا بقى فيه مشهد مهم جداً عايزة تركز معايا فيه إيه بقى المشهد؟ المشهد حبيبي مشهد وداع الصبي الصغير لما رايح بقى الكتاب ودعه الأبوان بإيه بقى؟ ودعه الأبوان بوداعاً حاراً يعني إيه بقى وداعاً حاراً؟ يعني وداعاً أن هم كانوا خايفين أوع على الصبي أو هم حاسين أن هم هيفتقدوه بالذات مين؟ والدته؟ طيب قال لي بعد كده حبيبي كان هذا الوداع وداعاً حاراً وعندما قاموا بتوديعه نصحاه يعني الأبوان يعني نصحاه الأبوان بإيه بقى؟ أو نصحاه الأبوان بإيه؟ نصحاه بأن يجتهد بالجد والاجتهاد وأن يسمع كلام الشيخ يبقى إيه النصيحة لهم نصحه له؟ نصحه له بأنهم يسمعوا كلام الشيخ ده رقم واحد وإنهم يجتهد مع الشيخ ووعدا بجائزة كبيرة إذا أتم حفظ القرآن الكريم قالوا له أنت تأخذ جائزة كبيرة لو أنت حفظت القرآن الكريم بسرعة هنا علي مبارك رح للشيخ أحمد أبو خضر إبقى اللي حصل وعندما دخل على الشيخ أحمد أبو خضر وجد الشيخ أحمد أبو خضر أو هذا الشخص كاشر الوجه قاسي الطبع بيده عصى غليظة لأن الراجل أو الشخص ده بيده عصى غليظة وكاشر الوجه على طول دائما مقشر ويضرب الأطفال بهذه العصى لأدفه الأسباب فطبعا كره الصبي طريقة تعليم هذا الشيخ وأدرك الصبي أن الطريقة الوحيد للنجاة من هذا الشيخ هو أن يحفظ القرآن الكريم سريعا قال لك بس أنا عايز أفلت من الراجل ده بسرعة وعايز أهرب من عنده أعمل إيه ما فيش اللغير أن أنا أحفظ القرآن الكريم فأسرع وق وبالفعل أتم عليه مبارك حفظ القرآن الكريم في عامين ولكن في موقف كده عايزك تركز معي أو فيه علي مبارك كان بيسأل نفسه دايما بيقول إيه أو بيكلم عن نفسه بيقول هل يليق أن يكون المعلم بمثل هذه القصوة؟ يعني هو شاف أن طريقة الشيخ طريقة بتكره الناس والتعليم هل يليق بالمعلم أن يكون بمثل هذه القصوة؟ لا طبعا وهل جئنا إلى هنا لنتعلم الجبن والخوف؟ هو أنا جاي أتعلم أتعلم المعلومات وأتعلم العلم أتعلم الخوف والمذلة والجبن؟ لا طبعا فهنا كان الولد الصغير يعاتب نفسه وأدرك أن أنسب وسيلة أن أنت تحفظ القرآن الكريم بسرعة علشان يعني تهرب من هذا المكان أو ما تكملش عند الشيخ أحمد أبو خضر وبالفعل أتم حفظ القرآن الكريم في عامين أو سنتين وبعد ذلك لما حفظ القرآن الكريم ولما ثقلت العصى عليه المفروض اللي بيحفظ القرآن الكريم بيراجع عليه ولكن علي مبارك مرضيش أن هو يكمل مراجعة القرآن الكريم عند الشيخ أحمد أبو خضر لأن العصى قد اشتدت على الصبي الشيخ كان بيضربه على طول باستمرار فهنا قال لك لأ العصى هي تقلت أوى علي وأنا لازم أن بقى أمشي بقى أنا هراجع في البيت وخلاص مش مشكلة مش أنا حفظ القرآن الكريم يبقى هراجع بقى في البيت وبالفعل الشيخ مبارك جعله أنه هو إيه؟ يقعد في البيت علشان الصبي ما يروحش الكتاب هو مقره ويهرب من الإيه؟ من الكتاب الشيخ مبارك مش عايز كده وجلس في المنزل وانصرف لله واللعب أعب بقى يلعب بقى وهكذا حتى نسي القرآن الكريم نسي القرآن الكريم فحزن أبوه لذلك أبوه زعل جدا ويعني كان يشور بالضيق لأن ابنه كان حافظ القرآن ومرة واحدة ابنه ايه؟ بعد فترة قصيرة نسي القرآن الكريم وهنا يعني أكبره أبي أو أكبره أبو على الذهاب مرة أخرى إلى الشيخ أحمد أبو خضر صرخ في وجه أبيه هنا بقى موقف غير متوقع تماما إن الولد الصغير ده يسرخ في وجه أبيه ويقول له لا لن أذهب إلى هذا الشيخ مرة أخرى ولن أذهب إلى هذا الكتاب مرة أخرى أنا مش هروح لكتاب ده تاني هنا يعني الشيخ مبارك أدرك ما في نفس الصبي عرف إن الولد ده عليه ضغوط نفسية جمده قوي وإن الشيخ مسبب له عقدة فمارضيش إنه يضغط عليه وظهر هنا في القصة شخصين مين هما بقى؟ الشخص الأولاني كان أخ العلي مبارك اللي هو الأخ الأكبر وبرضو الشخص الثاني الأخ الأوسط الشخص الأكبر قال للعلي مبارك يعني أنت إزاي يعني ترد على والدك كده والدك إزاي ترد عليه إحنا كبارة واتوا ما نقدرش أن نرد عليه كده ولازم أن تسمع كلام والدك وهكذا كان يعنفه يعني أما الشخص الأخر أو الأوسط يعني اللي قريب شوية العلي مبارك فوضع يديه على كاتفهاي علي مبارك وقال له ماذا تريد يا صديق الصغير طب أنت عايز إي يا سيدي وإحنا نعمله لك اللي أنت عايزه فقال له أريد أن أكون مثل ذلك الكاتب ذو الملابس النظيفة أنا عايز أبقى زي الكاتب اللي هو بيلبس ملابس نظيفة وجميلة كده أنا عجبني أن أنا أتعلم عنده هنا الشيخ مبارك ما أكبرش الصبي لأنه أدرك ما فيه نفس الصبي ده موقف الشيخ مبارك في الموقف الأولين وقال خلاص أنا مش هدغط على الولد خلاص أنت عايز تروح تعلم عند الكاتب اللي هو ذو الملابس النظيفة والكاتب ده جماعة كان اسمه كاتب العقود والشكاوى كان يكتب العقود والشكاوى بتاعت الفلاحين فقال له خلاص أنا هواديك يا سيدي تعلم عند الرجل وبالفعل اتفق مع الشيخ مبارك اتفق مع هذا الكاتب كاتب العقود والشكاوى ذو الملابس النظيفة اتفق معا أن ابنه علي يروح يتعلم عنده طب إيه السبب أن علي مبارك يعني أعجب بهذا الشخص لأن ملابسه كانت نظيفة وكان الناس يهبونه ويحترمونه يعني الناس كانت تخاف منه كده وبتحترمه فعلي مبارك أحب أنه يكون مثل ذلك الرجل وكان فرحان جدا 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 أنه راح عند الرجل ده ويتعلم عنه حتى كان بيقول لي نفسه يعني أخيرا أدركت ما كنت تتمنى يا علي يعني هتروح بقى له الرجل بقى ذو الملابس النظيفة مش الشيخ أحمد أبو خضري اللي كان مسك العصايا وكان يضربنا ليل النهار لا الرجل ده كده يبقى محترم ولكن انخدع علي مبارك في مظهر الكاتب وعندما ذهب إلى هذا المنزل أو منزل الكاتب وجد أن هذا المنزل يموج بالضجة يعني يموج بالضجة يعني عنده مشاكل كتير جدا وعنده دوشة كتير جدا إيه السبب؟ بسبب كثرة زوجاته أنه كان متزوج من ثلاث زوجات كان متجاوز من ثلاث سيدات وكان لديه كثير من العيال في المنزل أو كثير من الأطفال في المنزل مما أدى إلى الإزعاج فلم يكن يشعر بالراحة علي مبارك ما كانش بيحس بالراحة وكان الرجل يقتر عليه في الطعام طب ماشي؟ طب هستحمل يا سيد قلة الأكل وهستحمل الدوشة اللي في البيت في مقابل أنه نتعلم منك حاجة لا ما كانش برضه بيعلمه حاجة وكان هذا الكاتب يجعل علي خادما له كان هو مجرد خادم ولا يعلمه شيئا وهنا علي مبارك هيروح برضه يشتكي لأبيه مرة أخرى هيروح بقى يشتكيه ومرة الأولانية كان بيشتكي من شيخ أحمد أبو خدر وابو سابه ليه؟ لأنه أدرك ما في نفس الصبي ومرضيش يضغط عليه في المرة الثانية هنا بقى أبو رد عليه قاله ويقاله اخسأ يا ولد يعني تأدد اخسأ ولا تقول هكذا عن معلمك الذي يعلمك ويرشدك اوعى تقول كده عن معلم بتاعك طبعا والده شاف ان هو بيتدلع فهنا علي مبارك رد عليه رد منطقة جدا قاله إذا كان اللي اخترت الكاتب ده فليه أنا دلوقتي هاجئ أشتكي من حاجة أنا يعني كنت عايزها بس فعلا الكاتب يعملني بصورة وحشة ويجيعني يعني هو بيجوعني وما بيأكنيش ويقتر علي في الطعام ولا أجد الراحة عنده ولا يعلمني شيئا بل يتخذني خادما وأنا بصراحة مش قادر أطيق الوضع ده وهنا بالفعل علي مبارك قعد من عند هذا الكاتب المنزل كله كان محتار في أمر هذا الصبي الصغير فكل شوية يزنوا عليه ويقولوا له طب روح يتعلم حاجة طب روح يعمل كذا يقول لهم لا فأيه ده من تعليمه لحد لما الشيخ مبارك عرض عليه وظيفة باللين والرفق وقال له إيه قال له طب إيه رأيك في وظيفة جميلة ونظيفة ومناسبة هتروح تشتغل مع كاتب قياس الأراضي الزراعية بيقص الأراضي للفلاحين قال له إيه رأيك هنا بقى الصبي هيعمل موقف غريب جدا اشترط على أبيه يعني اشترط على والده الشيخ مبارك أن يجرب هذا العمل أولا بنفسه لأنه يا أبا يعني أنا رافض بقى تماما إن أنا اشتغل عند حد وحد يزلني لا وأريد أن أكون من القبراء ده علي مبارك بقول له له كده صريحة أنا عايز أبقى حد كبير قوي فده يدل على عزة نفس وطموح عليه مبارك إنه مش عايز يكون مجرد خادم أو مجرد حد عادي لا ده عايز بقى إنسان مميز ولذلك قال له سأجرب العمل أولا وبعد ذلك سأحدد إذا لو العمل عجبني هكمل سأوافق لو ما أكملش أو ما أعجبنيش مش هكمل في هذا العمل وكده انتهت أحداث الفصل الثاني تعال بقى للفصل الثالث حبايبي الفصل الثالث بيتكلم عن السجين المظلوم عنوان الفصل السجين المظلوم طيب حبايبي عنوان الفصل بتاع السجين المظلوم بيتكلم على إن علي مبارك راح هيعمل عنده كاتب القياس الأراضي الزراعية والكاتب ده استراح معاه في العمل جميل أوي طبعا زي الفل منتاز استراح معاه في العمل لأنه كان يعطيه شيئا مما يأخذه من الفلاحين الراجل ده كان بيأخذ فلوس من الفلاحين نظير أنه بيئيس لهم الأراضي وكان بيعطي مبلغ من المال علي مبارك فعلي مبارك استقرر معه والدنيا كانت تماما طب إيه المشكلة؟ ولكن الكاتب طرده بعد ثلاثة أشهر طرده بعد ثلاث شهور طب ليه؟ طرده بعد ثلاث شهور علشان علي مبارك كان يقول أسرار العمل للفلاحين ولكن هل كان يقصد؟ لا مش قصده هو كان بيقول لصغر سني هو طبعا لسه كان ولد صغير فكان بيقول بالفطرة وبالطبيعة كده للناس على كل أسرار العمل والكاتب طرده والمراضي لم يهتم أبو يعني الشيخ مبارك ماهتمش بطرد ابنه وأخدوا معاه الشيخ مبارك في الوقت ده جماعة كان شغال بيجمع الضرائب اللي على عرب السماعينة فقال لك بدل ما هو أقعد في البيت تعال يا سيدي معي تعال يا علي معي عشان ما تنساش اللي أنت تعلمته جمع معي الضرائب وإحسب وإجمع وكلام ده كله وأكتب هذه الأشياء حتى لا تنسى ما تعلمته وبالفعل أخذوا معاه فترة حتى انتقل عليه مبارك بعد ذلك أو ألحقه أبوه بكاتب مأمورية أبو كبير يبقى دي بقى الشخصية اللي بعد كده هيروح لكاتب مأمورية أبو كبير دي شخصية جديدة أبو كبير دي في الشرقية يبقى كاتب مأمورية أبو كبير في الشرقية والكاتب ده علي مبارك بصراحة اشتغل عنده المراضي بضمير والراجل كان متفق معاه على خمسين قرش في مبلغ في الشهر النوع مرتب يعني دي خمسين قرش ولكن الرجل لم يعطيه حقه لمدة ثلاثة أشهر مدلوش حقه لمدة ثلاثة شهور فعلي موارك استغرب أنا شغال عندك وكل يوم شايف أنت معاك فلوس دي ما بتدينيش حق ليه وهنا قرر عليه مبارك أن يأخذ حقه بالحيلة إيه الحيلة بقى اللي أعملها في يوم الأيام الراجل بعته اللي هو كاتب قياس الأراضي كاتب قياس مأمورية أبو كبير أو كاتب مأمورية أبو كبير بالشرقية بعته أنه يجمع الأموال طيب وبعدين إيه اللي حصل قال لك خلاص أنا هجمع المبلغ بتاع المال وهاخذ من كيس النقود أو من كيس المال 150 قرشاً أخذ 150 قرش شغلي عند الراجل ده ثلاثة شهور وبالفعل علي مبارك عمل كده وراح للراجل أعطاه المبلغ المالي وقال له إيه أخبره بما حدث قال له حضرتك ده المبلغ بتاع المال أنا جمعت لك النهار ده فلوس كذا 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 وخدت 150 قرشاً حق شغلي عندك الثلاثة شهور اللي باته وجيري علي مبارك فطبعاً غاضب الراجل غضباً شديداً الراجل زيئي الأوي إزاي ولد صغير زي ده كده هياخد حقه مني بالسهولة دي فقرر للانتقام منه راح اشتكل مين لصديقه وصديقه ما كانش شخص عادي ده كان المأمور بتاع مركز مأمورية أبو كبير لما راح اشتكله قال له ان طبعاً هكيد بقى هيزاي في الحقيقة قال له ان علي مبارك ده ولد حرامي وسرق مني وهكذا ولكن قرر المأمورة لانتقام أيضاً من علي مبارك وهنا المأمور الذكي هياخدع علي مبارك بخطعة بسيطة هيعمل إيه؟ هيستطيع علي مبارك بحجة أن يكتب أو يسجل له بعض أسماء الشبان الذين سيدخلون التجنيد قال له هتكتب بس كده بعض الأسماء بتاعت التجنيد للشباب اللي هيخشوا العسكرية ولكن علي مبارك انطلت عليه الحيلة ودخل بالفعل السجن عند المأمور ولكن للأسف الشديد دخل الولد السجن ووضعوا القيود في رقباته ويديه ورجليه وبقى في السجن لمدة عشرين يوماً مع الخوف والبكاء وهكذا السجان كان شايف ان علي مبارك ده ولد مظلوم جداً السجان بتاع السجن شاف ان ده ولد يعني صغير وما يستحقش اللي حصل فيه فقرر ان ينقذه هينقذه ازاي كان ليه صديق او عنده صديق كان شغال عنده عن برافندي ده مأمور زراعة الكور والراجل ده كان محتاج كاتب فمهم بالصدفة الصديق قاعد صديق السجان قاعد معاه بيحكي له ان الراجل اللي بيشتغل عنده محتاج كاتب قال له بص انا عندي ولد امين فات امين مظلوم فيه السجن جيد الخط بارع الحساب ممكن تخدم وبالفعل توسط له عند ذلك الصديق وبالفعل عم برافندي قال له خلاصاً عايزة اشوف خط الولد ده عمل ازاي فكتب علي مبارك بعض العبارات الرقيقة ورآها عم برافندي فسر بها واعجبته واخرج علي مبارك من السجن وقرر ان يعينه بلاتب قدره 75 كرشان يعينه ب75 اشف الشهر وهنا ادرك علي ان العلم هو اهم شيء في الحياة وان العلم هو الذي اخرجه من السجن وانخلي بالك من الحتة دي انه لولا العلم ما كانش يخرج من السجن طيب تعال بقى الناقش الفصل الرابع بس الناقش الفصل الرابع فين على الصبورة التفاعلية عشان هلقص لك بعض الحياة هيا بنا طيب احبائي نكمل بقية الفصل الرابع او الفصل الرابع اللي حصل فيه الفصل الرابع سرون غامض هو هنا علي مبارك هيروح عند عم بر افندي اللي هو يشتغل عنده ب75 ارش في الشهر وجد ان عم بر افندي وداموا ناس كتير جدا من الحكام وطبقة الاغنياء وبيقتملوا لامر وبيسمعوا كلام وفاستغرب ازاي واحد زي كده مصري ويعمل الكلام ده كله وهنا مين بقى لاغباره السر السر اللي اخبره له فراش عم بر افندي وقال له ان السر في كده ان عم بر افندي يتعلم في مدرسة اسمها مدرس القصر العيني او القصر العيني وان هذه المدرسة يتعلم فيها الناس اللغة التركية والخط والحساب وبعض علوم العسكرية وتخرج الحكام وبالتالي عم بر افندي هو اه مصري بس توسطت له احدى سيدات المجتمع التركي يعني واحدة كده كانت توسطة له وعلي مبارك بقى سمع المعلومات دي رح مدونها وقال لبقى ايه عجبته المدرسة وعجبته الفكرة وقال لك بس هو التعليم اللي رفع من قدر عم بر افندي وطلب من الفراش بعض المعلومات بعض الحاجات عن المدرسة فاخد منه المعلومات وكتبها فيه ورقة وقرر علي مبارك ان هو يخش مدرسة القصر العيني عشان كده استأذن عم بر افندي في اجازة مدتها او اجازة مدتها 15 يوم واخد الاجازة دي بس بحجة ان هو يزور اهله ولكن ما زرش اهل ولا حاجة هو اخدها علشان يروح يقدم في مدرسة القصر العيني وهو ماشي في الطريق قابل مجموعة من الفتيان الفتيان دول قابلهم عند قرية اسمها قرية بني عياب والاولاد دول كانوا راحين مكتب اسمه مكتب منية العز واخبروا علي مبارك ان مكتب منية العز بيأهلك بعد كده لدخول مدرسة القصر العيني فعلي مبارك قال لك خلاص انا همشي معك وعملوا مسابقة لطيفة كده في الخط واكتشفوا ان خط علي مبارك جميل جدا لدرجة قالوله انت لو كنت معنا كنت هتبقى قائد المجموعة بتاعتنا يعني انت خط جميل جدا ويؤهلك فعلي مبارك ازدبق ثقة في نفسه وبعد كده حبيبي راح علي مبارك وقدم في المدرسة ولكن نظر المدرسة طلع يعرف مين يعرف علي مبارك ويعرف الشيخ مبارك فبعت رسالة كده للشيخ مبارك قال له ده ايه ابنك جاي يقدم في المدرسة دي طب ايه المشكلة المشكلة ان المدرسة العسكرية دي زمان او مدرسة الاصرعيني اللي بيخشها ما بيشوفش اهله تاني حتى لو رسالة ما بيشوفهمش ولا بيتواصل معهم تماما فهنا ادرك خطورة الموقف فبعت رسالة للشيخ مبارك ولكن الولد هدد الناظر وقال له انا هشتكيك للوالي وبالتالي جيه بقى الشيخ مبارك والناظر لم يلحقوا علي مبارك والتحق بمدرسة القصر العيني وبمكتب منية العز ووجد الحقيقة الصدمة ان مدرسة القصر العيني لم تكن كما وصفها الفراش ولكنها المعلمون سيئون الغاية لا يشرحون شيئا ولا يفهم منهم شيئا الطعام اسوأ طعام لدرجة انه لم يكن يأكل غير الجبن والزيتون هي جبن والزيتون بس اللي بيقولها وكانوا يلبسون اسوأ الملابس فطبعا علي مبارك وجد ان كل ده غلط وقال لك انا هفكر ان انا اهرب ولكن لم يهرب لماذا لم يهرب لان مدرسة القصر العيني كانت تجعل من يهربون تجعل اهله في اسجن مكانة فطبعا مرديش نوع يئزي اهله وبعد ذلك انتقلت المدرسة لمدرسة خاصة بالطب او تحوالت لمدرسة خاصة بالطب وراحوا لحتة اسمها مدرسة ابي زعبل وهنا اتعرف على رأفة فندي الراجل ده اللي شرح له او نظر المدرسة اللي شرح لعلوم الهندسة والحساب وبالتالي احب علي مبارك الهندسة والحساب ودخل مدرسة المهندس خانة وتعلم بها حتى اصبح اول دفعته لمدة خمس سنوات كده حبيبي ده ملخص الفصل الرابع هيا بنا لنختم الحلقة هيا بنا يبقى كده حبيبي ده كده ملخص للقصة بتاعتنا الاربع فصول عايز بس حضرتك تركز على دول رأفة فندي رأفة فندي الراجل اللي علم علي مبارك وفهمه اصول الهندسة وما الى ذلك ولكن للأسف الشديد علي مبارك ان نحو مازال بالنسبة له صعب لانه لم تتغير طريقة المدرس وده يوضح فضل المعلم على الشخص او على الاشخاص اللي بيعلمهم كده حبيبي نكون انتهينا من الحلقة اتمنى من الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح الى لقائن اخر ان شاء الله في حظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته